واستعرض الرئيس خلال المؤتمر الصحفي المشتركة لإصلاحات الاقتصادية والتشرعية والهيكلية التي تم إقرارها في إطار تحفيز بيئة الأعمال وتحسين مناخ الاستثمار كما أشار الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى الحوافز والضمانات التي يكفلها القانون المصري للمستثمرين وكذلك الفرص الاستثمارية الواعدة التي توفرها مصر لقد استعرضت مع سيد كيشيدا الإصلاحات الاقتصادية والتشرعية والاكلية التي تم إقرارها في إطار تحفيز بيئة الأعمال وتحسين مناخ الاستثمار في مصر على مدار الأعوام الماضية وكذا الحوافز والضمانات التي يكفلها القانون المصري للمستثمرين وتناولت الفرص الاستثمارية الواعدة التي توفرها مصر في شتى المجالات ودعوت الحكومة اليابانية لتشجيع الشركات اليابانية لدخل مزيد من الاستثمارات في مصر كما تبادلت مع السيد رئيس الوزراء وجهت النظر حول العديد من القداة ذات الاهتمام المشترك